سلام عليكم. الفيديو ده كان مفهود نتكلم فيه عن الباتشنج بتاع دي WMST لكن للأسف هتطر أجل الموضوع ده للمرة التانية. خلينا نخش في الموضوع بشريطا ونشوف ليه. ندخلنا على الويبسايت بتاع ساكلس وروحنا على تول مثلا زي دي WM. كنا مرة الفاتتة عملنا سواء كان من جيت او من تاربول وبعد كده عملنا كومبايل الكلام ده. طبعا البروغرام اللي عندنا اللي حعملنا ده الباس ده اللي هو الوريجينال كود من ساكلس من غير اي فيترز او من غير اي فيترز زيادة غير الفيترز اللي ساكلس نفسهم كانوا حطناها يعني في الكود الاصلي. لو انت عايز تضيف باتشز ففيه سكشن موجود هنا مسلا فيه كل الكود في ال WM او دي مينيو او ST في دامنبو فيه سكشن كده للباتشز وفيه كل الباتشز اللي فيه ناس غيرك عملتها وعرضاها هنا بحيث ناك ممكن تستخدمه. احنا لو دخلنا مسلا على اي باتش منهم وليكن ده مسلا. هتلاحظ ان الباتش صعب يكون فيها صورة بتوضح الباتش دي تعمل ايه? وفيه جزء بتاع بديسكريبشن. بس الجزء اللي يهمنا هو الباتش نفسها اللي هو الدف فايل. طبعا لو فتحنا الدف فايل ده هتلاحظ انه هو يعني فيه السينتكس ده ممكن يكون غريب عليك شوية لو انت ما اشتغلتش بدف وباتش قبل كده وعارف السينتكس ده فممكن يبيني ان هو غريب شوية لك. الحقيقة الموضوع بسيط وهو ده الجزء اللي فيه تعديلات اللي يبقى فيها الكود اللي بيديك الفيتشير الجديدة او حتى بيشيل فيتشير من الفيتشير الموجودة في ده بيقام لو الباتش بتشيل فيتشير وده الجزء هنشوفه ان شاء الله في الفيديو اللي جايب. بس خلاص الموضوع دي الباتش. ازاي بتابلاي الباتش دي هتلاحظ لو رحت مسلا عندهم هتلاقي فيه هنا مسلا بتاع الهاكينج. فيه شوية كلام مخالف اللي يهميني هنا هو. بيقولك ازاي الدف فايل اتعمال له جنراشن اللي هو الفايل اللي قدامنا ده. وهي كمان بيقولك ازاي تابلاي الباتش نفسها في النهاية وهو وان كومان. اللي عايز اقوله هنا ان فكرة انك تابلاي باتش. الموضوع في غاية البساطة. لك عشان تكون فاهم الدف فايل ده اتعمال له جنراشن ازاي ومعنى السينتكس اللي قدامك ده ايه? علشان تعمل بعد كده ترابل شوتيج لانه هتا حتاك تعمل ترابل شوتيج. فانت محتاج تبع فاهم دف وباتش بشتغله زي. وهو ده بقى اللي انا عايز اتكلم عنه في الفيديو. لان دف وباتش مش خاصين بساكلاس. دي حاجات تستخدمها في اي اه اه تفصيل بس انا فضلت اعمل فيديو منفاصل على الموضوعها واتكلم عنه انا عشان يبقى السلسلة دي يعني الى حد ما مقفولة عن نفسها. لكن الحقيقة الموضوع بسيط وانا مش هضيف فيه جديد. زي ما تقولك بس يعني ايه? اه يعني عشان تبقى السلسلة كاملة الى حد ما وفيها كل تفاصيل انت عايزها عشان تشغل الموضوع اللي جاية. طيب خلينا نخش في الموضوع اه انا عندي هنا فايل اه داريكتوري اسمه دف خلينا نكبر الموضوع شوية. خلينا نخش تي ماكس هنحتاج. انا طبعا عادة يعني الطريقة اللي هعمل بها السيناريوز اللي قدامي ديت مش هي بالزبط انا بعملها بس عشان الامور طبقه واضحة فبعندي سبلاتس وكلام من ده فمش دي الطريقة انا بشتغل بها بس هعمل هشتغل بطريقة دي عشان تبقى اسهل في التوضيح اه للسيناريو قدامك. انا عندي هنا اه ثري فولدرز كل واحد فيهم بمثل اليوز كيس او سيناريو مختلف لان انا هتكلم عن اكتر من سيناريو عشان اوضح القصة دي بشيء من التفصيل. ونفرض مسلا هفتح الفايل هو الفايل الاولاني اللي هو كيس وان فانا عندي في الكيس وان زي ما انت شايف هنا كيس وان ده في في فايل واحد اسمه ايدا تاكست. ونفرض ان ده الفايل ده انا عملته وبعد كده نشرته بشكل ما وبعد كده في واحد لو انت مسلا عملت خط الفايل ده واشتغلت عليه وعملت عليه تعديلات. فخلينا حتى طبعا زي مقتلك انا يعني ما باشتغلش بالشكل ده بس خلينا اه اه عشان الامور تبقى واضحة بس قدام. فانا هخش عند الكيس اه اه كيس وان وهفترض ان انا ان انا عملت سي بي او انت عملت سي بي للفايل ده وعشان بس احنا هنا طبعا انت في الاغالب لما بتاخد سي بي فانت بتشتغل على الدياريكتوري على بعضه بكل اللي فيه انا هنا بس بتكلم على فايل واحد بس عشان ايه اه اي ميكا بوينت. فانا بافترض ان في فايل تاني عملته اسمه بي دو تاكست. المفروض هو كابي من الفايل او اللي يعني بالزبط. وهافترض ان اه في اللي هو انت مسلا فروح تجاي راح على الكيس وان بي وان وفتحت الفايل. ده اتستعام من witheraran من الفايل الوريجنال. وهافترض انه مثلا جيت هنا ورحت جاي شايل كووووو ده وبدلته بكلمة بي. وعملت سيف لفايل له فهدوقتي انت عندك اه الفايل الاولان اللي هو في فايل ايه ولفايل الجديد اللي هو كان ك slowly. وعملت عليه تعديل بي فايل بي. مفترض بطر mata ان انت بعد العملت التعديلات بقت لي لفايل بي وطول التبص الفايل دة فيه تعديلات انت محتاجتها على الفايل الاصل. ايزاي بطر ما أحنذر لي utilize change على الفايل الاصلي. سنري اللي قدامنا ده في غنوية البساطة. انا ده الفايل الاصلي. انت الوحيد اللي عملت له انا ما عملتش عليه اي تعديلات. انت الوحيد اللي عملت عليه تعديلات. وبالتالي ما فيش اي حاجة تخليني اعمل اي حاجة معقدة. كل المطلوب مني لناخد الفايل اللي انت عملته اللي هو بي. وفي الحالة دي لو انا جيت هنا وعملت اي عشان هتلاقي ان الفايل الاصلي هنا بقى اسمه في خد التعديلات. لان باختصار بتاعك وعملت بالفايل الاصلي. مفيش اي احتياج هنا انا انه عقد نفسي فيه السيناريو دا. طيب تعال بقى نشوف السيناريو تاني اللي عايكون فيه شوية حاجات محتاجين ناخد بالنا معنى. فانا هرجع هنا للفايل الاصلي اللي انت بحاجة ان اقفل دون. طيب عمش محتاجة اقفلهم بس يعني ايه تاني افشان دين يوتيب اكلين. فانا مفتح هنا وهروح عند السيناريو التاني اللي هو آآآآ اي دوت تاكس نفس الفايل بزبط بس موجود في الجديد اللي هو case 2. وهافترض ان نفس النظام انا عملت publish الفايل وانت عملت copy ل a.text وسميته مثلا copy a.text او خلينا مثلا نوان عليه copy copy 1. ده الفرست copy من التكست. وانت لما خدت الفايل ده اعملت فتحت الفايل وعملت تعديل مثلا وليكن في الجزء دوت مثلا وبدلت a by b. واخذنا هنا ما عدلتش الفايل كله وعدلت بس السكشن الاول لسبب ما او انت العدلت ده تمام خلينا نودي ده النحية دي وخلينا نفترض ان في نفس الوقت طبعا المثال ده لحد دلوقتي هو بالضبط نفس المثال الاول ايه الجديد بقى هنا هو ان في واحد تاني عمل copy لنفس الفايل اللي هو الفايل اي ده وهنسميه مثلا ام 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 copy 2. والرجل ده راح جاي ام copy 2. فتح الفايل copy 2 ده ولاحز ان عشان بس الامور تباطحة هنا قدامنا خلينا ام خلينا اوكي خلينا نوسع ده شوية تمام. لاحز ان الفايل الاصلي هنا اللي هو فايل ايه فايل ايه فايل ايه فايل ايه فايل ايه فايل انا امرقام لك السطور هنا يعني ضايف لك ارقام السطور كجزء من من الفايل نفسه عشان تبقى الامور واضحة بالنسبة لك. فالفايل الاصلي الراجل ده عمل له copy وعندل فيه التلات سطور الاولينين اللي موجودين في سكشن وان. والرجل التاني عدل عليه اه احنا كنا عملنا ايه? هيجي هنا احنا عملنا تعديل اريدي ولما معناش تعديل? اه لسا معناش تعديل اوكي. الراجل التاني بقى عدل التلاتة سكشن الثانيين. فحنا افترض ان هو شلهم ويسماهم اه ايه وبي. مسلا اه. طبعا. التسميات والريمي عندي طبعا راح في دهنية بس مشكلة اتمنى ان الفكرة تكون 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 واضحة بالنسبة لك. الراجل ده الاثنين دول خدوا copy من الفايل الاصلي. الراجل ده واتعدل على اول تلات سطور. الراجل ده عدل على تاني ثلاث سطور اللي هما سيكشن التاني that's it. السؤال هنا بوقتي هو ان انا عايز اعبلاي لتشينجز دي من التو فايلز دول على الفايل الاصلي. الكوبي اللي كنا عملناه في الكيس الاولاني مش هينفع. لان انا عملت الكوبي ده اه ها اوفر رايت الكلام ده. لكن لما هاجي هعمل كوبي من الراجل ده الراجل ده ما عندوش بتاعة الراجل الاولاني. وبتالي فانا عملت الكوبي هنا هاخد ده يحطه هنا. وبعد كده الكوبي تاني هياخد ده يحطه هنا وهلوز او هفقد اللي عملها الراجل الاولان. ازاي بقى هتعامل مع موضوعها. هنا بقى ييجي فكرة ده. سعالا نشوف موضوع ده بقى بيشتغل ازاي. طبعا انا في كيس 2 اتمنى الموضوع هو واضح يدنامك عندي الفايل الاصلي وعندي 2 copies. انا بقول ده لان انا يعني هكبر دين شوية وممكن افقد دول الى حد ما بس اتمنى ان نكون تفاكر ايه الموجود في copy 1 وايه الموجود في copy 2. فخلينا نروح full screen دلوقتي ونرن الكماند def. ايه وبعد كده copy 1. اللي حصل هنا بقوله هاتل اللي بين الفايل الاولاني اللي هو الاصلي اللي هو الا, والفايل التاني, لما니까 preparationsية مع الوافت So not every time طبعا طلع عندي syntax هنا بس息عال yarn here on the syntax انividualه ليس هاتكلم عن ده كتير يعني ممكن يتطلع يعني متضيق راة يقولك ايها الي حصل فيه? ايه اللي راهي? اه ايه لي خرج من الفايل اولاني وايه لي tak انا مش عايز داع. فانا هعمل اه سعمل اه المرة سنها مرة تانية ثانية بس بالchlossen منجل العرب yeah are you الـ Unified Context الـ Original Option الـ Minus C أسيبك أنت تطير هذه الـ Options الـ Minus C و الـ Minus U هنا بقى الـ Syntex أنت محتاج محتاج تفهمه محتاج تستوابه أول حاجة هنا طبعا بسبب الـ Option Minus U دا فأنت عندك أسماء الفايلز وبعد كده طبعا في هنا شوية متادات عن الـ Date و Time Stamps وكلام مده بس اللي يهمني هنا هو الـ Minus والـ Plus اللي موجودة عند الفايل الأول وعند الفايل التاني والترتيب زي ما أنتلك مهم الفايل الأول ببقى دائما هو الـ Original File الفايل الثاني ببقى المفروض انه هو فيه Copy اللي فيها التعديلات اللي المفروض انها تعدل على الفايل الأول علشان كده الـ Minus والـ Plus مش Arbitrary علشان الموضوع يوضح شوية خلنا نروح للفايل أصلي المفروض ان انا هـ Apply الكلام ده من الفايل ده على الفايل ده طيب الـ Changes حصلت فين؟ الـ Changes حصلت في أول ثلاث سطور هنا كان File A هنا بقى File B ترجمة الكلام ده معنا ان انا هشيل الثلاث سطور دول من الـ Original File علشان كده الـ Original File دائما مرتبط بـ Minus و هعدلوا بـ أو هبدلوا بـ ثلاث سطور جداد انضافوا في الفايل الثاني علشان كده الـ Minus والـ Plus مش Arbitrary Symbols مرتبطين بالفايل أول والفايل الثاني لا، ده لهم معنى في مفهوم الـ Def لأن في الـ Def دائما انت بتشيل من الفايل أول وبتضيف التعديلات اللي انت عملتها في الفايل الثاني اللهم يلا إذا الفايلز أو الـ Lines الموجودة في الفايل ما حصل لهاش تعديل فهتفضل زي ما هي وهو ده اللي انت هتلاحظه هنا تمام؟ فده معناها الفايل أول والفايل الثاني ودائما الفايل الأول مرتبط بـ Minus والفايل الثاني مرتبط بـ Plus لو رحنا هنا هتلاقي بقية الـ Context اللي هو بقول لك التعديل في الفايل ما هو Def لازم برضو بيوضح التعديل حصل فين عشان لما تـ Apply patch وبعارف ايه الـ Lines اللي هتتغير الكلام ده بيعرفهم نين؟ من ده Minus مقصود بيه الحاجات اللي هتتشال من الفايل الأول Plus مقصود بيها الحاجات اللي هتنضاف من الفايل الثاني التعديل في النهاية بيتعمل على الفايل ده فالفايل ده بيقولنا هيتشال منه حاجات وهينضاف من التعديلات اللي حصلة في الفايل الثاني الحاجات اللي يورد مازنها طبعا بـ Plus فهين بيقولني في الفايل الأول هيتشال شوية حاجات والcontext هو من اللاين الأول ستت لائنز تحته يقم من اللاين الأول وتنزل set lines أو total set lines وهي دي الحاجات اللي هيتعمل اللي تعمل عليها التعديل تقولي إيه بقى فكرة set lines أنا معمدتش تعديلات على set lines أنا عمدت تعديلات على تلاتة لائنز بس الى هم أول تلات لائنز مضبوط لكن def ما بيعتمدش بس على رقم الـ line هو بيعتمد كمان على الحوالين اللاينز اللي تعمل لهم تغيير والحقيقة دول ده كلام مهم لأن ده بقية الـ context فهو def محتاجي وبعارف شوية حاجات قبل التعديل وشوية حاجات بعد التعديل عشان يتأكد لما يـ apply الكلام ده بالcommand patch ان هو بيـ apply على المكان الصح طبعا هتلاحظ ان ما فيش حاجة قبله لأن هما دولي اول تلاتة فيه اول تلاتة لينز في الفايل تمام فهنا بقول لي ان انا هشيل اللاين الاول واللاين التاني واللاين التالت من الفايل الاول واللاين الفايل التاني اضاف ليه اللي هما الone والتو والثري اللي هما التلاتة سطور اللي هما تحملوا وان اللي هما فايل بي مكان فايل ايه وعندك التلاتة سطور تحت دول مش محطوط جنبيهم لـ minus ولا plus ومش حتى الـ color code طبعا متاخدين الـ default color لان ما فيش عليهم تعديل اللي هما الـ line 4 و 5 و 6 اللي هما الـ line دول 4 و 5 و 6 بي دي فولت الـ context في الـ def command بوبا 3 ممكن تغير دولس و بي دي فولت اعتقنه هو 3 تمام وبالتالي كل اللي انا محتاج اعمله في الحالة دي هو ان انا اريد ايركت الكلام ده على فايل واسميه copy مثلا one dot def وهو ده الفايل اللي انت كنت شايفه هنا ده الـ syntax بتاعه طبعا انا هعمل نفس النظام في الـ def بين الفايل الاصلي وبين الفايل التاني اللي هو الـ copy 2 هتلاحظ ان نفس النظام الـ context مظبوط بس هنا في بقى اختلاف زيادة شوية انه عندي الـ context قبل الـ 3 lines لان هنا لاحظ ان انا عدلت في section 2 اللي هما الـ 3 lines التانيين اللي هما 4 و 5 و 6 فهنا الـ context بيقول لي من الـ 3 lines الاولانيين ما تغيروش والـ 3 lines اللي تحتيهم ما تغيروش والتغيير حاصل فيه lines 4 و 5 و 6 لاحظ هنا فيه نقطة مهمة ان الـ patch file الجديد ده ما يعرفش اللي الـ patch ده بيعمله هتلاحظ هنا ان الاخ ده هنا ده بيفترض ان الـ 3 lines الاولانيين file a و b file a file a file a ما تغيروش لكن لما هـ apply patch اللي هنا على الفايل ده الـ fill lines دي هتتغير وبالتالي الـ context هنا لما اجي apply patch التانيه هيكون تغير حنشوف بقى ديف هيتعامل مع الموضوع ده ازاي فخلينا نعمل ده و نريد اريكتو على copy 2.def والحياة هنا انا ما بقيتش محتاج الـ original file دي يعني ممكن اعمل copy 1.text و copy 2.text انا ما بقيتش محتاجه ليه؟ انا بافترض طبعا ان انت و شخص تاني خد مني الفايل الاصلي اللي هو الفايل ايه ده اللي هو الفايل ده عمل التعديلات و run def هو انت اللي بترن الـ def وبتجنرات لي الـ differences اللي اتعاملت بين الفايل الاصلي اللي انا عملته وبين الفايل الجديد اللي انت عملته وبتبعتلي الفايل ده نفس نظام الرجل ده بيبعده طيب لما نيجي نـ apply patch سواء انا اللي سـ apply patch او واحد تاني يخد منك بقى الفايل دي وخد مني الفايل الاصلي وعايزي apply patch بيعمل ايه؟ كل ما هيعمله هيجي يقول ايه؟ مثلا هيقول patch patch الـ file copy بتلاحظ ان انا already موجود في الـ case 2 فانا جانبي already الفايل الاصلي اللي هو ايه؟ فلاحظ كمان ان انت لما تفتح copy one def مثلا هتلاحظ ان هو في اسم الفايل اللي هيت apply عليه الـ patch وبالتالي فانا لما هأرن لما هأرن لما هأرن نعم لما هأرن الـ command patch هقول له patch من copy one def ومش هقول له انت هت patch على ايه؟ لانه هو جوة الفايل نفس الـ def فايل في الـ context تاع الـ a اللي هيتعمل عليه apply فلما هعمل apply الـ patch الاولانية هقول لي patching file one والموضوع هيكون خلص ما فيوش مشاكل هتعلم هاجل الفايل الاولاني هنا عايزك تبص على اول تلع سطور هنا هتلاحظ ان فيه تعديل تحصل عليهم لما هرن الـ reload الفايل هتلاحظ ان ده بقى اسمه file b بدل file a طيب تعال بقى نفتكر ان في الـ def file اللي هو الـ copy to الـ context هنا اللي هو قبل التعديل اللي هم ثلاثة فايل اللي ما كانوش متعدلين كان file a مش file b لان زي ما قلت لك ده كان متخد قبل التعديل فخلنا نشوف بقى الـ def او الـ command patch هيتعمل مع الموضوع ده اذا فانا هقول له برضو apply الكلام ده بس بدل بدل ده هيكون الـ command الـ copy to لما اجعل ده هتلاحظ انه failed طبعا هو مش لازم يفيل في كل الاحوال بس يعني عملت الموضوع اكستريمينة شوية عشان يفيل ليه fail؟ لان الـ file def متاخد من context مختلف عن الـ context الجديد اللي هنا فحصل فيه حصل فيه تغيير في زي ما قلت لك في بعض الاحيان def بيفترض ان الـ الـ files بيكون الى حد ما بيعارف هي التعديلات حصلت فيها فين وبيقدر حتى لو الـ context اختلف فهو بيقدر يتعامل مع الموضوع ده طبعا في شوية تبس المفروض انت تعرفها عشان تبعارف الدنيا دي حصلت ازاي هو كل المشكلة اللي حصلت هنا انا عملت الموضوع عن قضل طبعا علشان ما كانش فيه separate lines بين different sections يعني لو انا كان طبعا انا قردي عملت هل ينفى عمل ده تاني خليني جراء خليني اقولك هو عمل ايه الاول هو الاول failed وجاستن كيس طبعا فكرة هنك دي لانه ممكن بفيه اكتر من سكشن للتعديل ممكن حتى ويكون فيه اكتر من فايل زي ما هنشوف بعد شوية فهو هنا القصة كلها failed لانه هو ما كانش فيه الحنك واحدة وهي الحنك دي كلها فهو عمل copy للوريجنال فايل وبعد كده عمل لك copy للدف فايل وسمى ريج بس بما انه هو اصلا مفيش اصلا تعديلات غير في سكشن دي فهو عمل copy للاتنين مش اكتر من كده فانا هشيل الكلام ده 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 واتي زي ما تقولك انا عملت ايه .text.orig هتلاحظ ان ده فيه الفايل الاصلي ولا عند اه هتلاحظ ان ده فيه فانا فانا هاريموف ده وهارجع للفايل اصلي. عايز اعمل حركة صغيرة هنا بقى في الفايل اصلي هنا بس كده عشان ايه اشوف اذا كان وري ابلاي البانش مرة اخرى اشوف هيحصل فيها ايه اه فايل برضه مازالت فايل اوكي لان يعني الدف فايل لو انا كنت عامل الفايل بالمناسبة يعني لو انا كنت عامل الفايل بالشكل ده من البداية كان الى حد ما الموضوع ممكن يمشي لان مش كل الكنتكست راح طبعا يعني انا ازا انت لك الموضوع بعض بالنسبة لي شوية خلاص يعني المثال ده كان ممكن عملتم الاوي بس لو الفايل من الاول فايل اصلي كان فيه sections بالشكل ده كان الموضوع ممكن يمشي خلاصة الموضوع اللي عايز بقول لك هنا ان هو لما بيمشيش في الحالة دي لازم تعمل بقى شوية تكنيك نيكتو مناج الكمفلكت او تروح تأبلاي البانش معني وليف فايل حتى خلينا نعمل ده دلوقتي بشكل سريع فانا لو انا قلت مثلا هنا دف بتاع الفايل التاني فانت ازاي تعمل الكلام ده بحياة هتمشي في الفايل عشان كده عشان كده قلت لك انت محتاج اتوب افاهم الفايل معناه ايه علشان ترى تروح تأبلاي الكلام ده بنفسك فابقول لك هنا ايه ان هو اربعة وخمسة هنا تشالوا ويتبدلوا باربعة وخمسة وستة من من هنا وبالتالي فانت كل المطلوب منك انك هتاخد الكابي من الفايلز دي تعمل لها الكابي من هنا وتروح هنا في الجزء ده وتعمل اوپس وتقول مسلا مكانهم هنا وتعمل اا اا تعمل ايه خلينا نقول بي مسلا هنا اه اكيه وبعد كده تشيل ما ياخذ زي ما تركنا عملتها ماني وبعد كده طبعا تروح تشيل البلاس اللي هنا دي وي طبعا المهم في النهاية انا رحت عملت اطلاي للبانش مانيولي هل انت محتاج تعمل طبعا احيان اه هل بيحصل في عشان كزا منتلك ان هو اا من المهم انك تبعارف ازاي تتعامل مع الدفايل وتبقى ادي قادر تقرأ السنتكس بسعى الدفايل عشان لو هتطر تتعامل مع مانيول اا اا تشينج بشكل ده لما الدف يفعل طيب ده كان المثال ده خلونا حطي نخرج من ده اتمنى الفكرة دي تكون واضحة واتمنى انا ما نكونش لاخبطتك بال انا طبعا عملت اطلاي تاني اس اس دوت اه اورج اورج واسري دوت اراج طيب اتمنى ما نكونش لاخبطتك بحيطة الريجكشن دي بيت احبت اوهره لك عشان تبقى ايه شايف الموضوع شغال ازاي طيب هتلاحظ ان انا هنا عملتلك الى تشينجز على فايل واحد اللي هو الفايل ايه طيب نفترض ان انت الكود بتاع دي دا بلو ام اصلا او اس تي دا عبارة مجموعة كبيرة من الفايلز والتعادلات اللي بتتعمل في وان باتش بتبقى متعلقة باكتر من فايل وبعض الاحيان في فايل تنضاف هو دا بقى الكيس التالتة اللي انا عايز اوريها لك اتلاحظ ان الكيس التالتة هنا في عندك ثلاثة فايلز اه ايه وبي وسي فخلينا افترض مثلا ان انا هجي هنا واقول كيس ثري اه كيس تري ايه وبعد كده هنا هقول ام 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 وفايل سي هعمله كاد كده سريعا كيس ثري سي فايل سي انا عمل حسابي انه هو هيتشال فانا بس حاطط داخله انه هو الفايل هيتشال بس عموما دي الفايلز الاصلي تمام ام هاجي هنا في الحالة دي بقى انا عندي اكتر من فايل في كيس ثري فانا قطتها اخرج واقول بقى انا افترض بقى انت بتكوبي البروجيكت كله فانا هقول سي بي سي بي مينوز ار لكيس ثري وهسميها اي دن او كابي كيس ثري فانا خدت البروجيكت كله على بعضه تمام وي ام خلنا حتى نعمل ده هنا هنقول كابي كابي مسلا ام مش الداف اا اوكي كابي من الكابي ايه وهنعمل شوية تعديلات ونفرض مسلا انا هاجي في السكشن الاولاني هنا واشي وأشي خلنا نعديل حتى المراتة ايه اا نقول انه ادد تاكست وبعدين اجي هنا وأعمل مسلا تشينج هنا ا ادليت ال لاين ده كله على بعضه وهضيف مسلا لاين فاضي جديد هنا اقول مسلا ام new line. والمعدل ده وانا نسميه بي. تمام? فده التعديل الاوليان اللي عملته في الفايل اي. طبعا انا بتكلم كلا ده في داريكتب تاني منفاصل. فهاجي هنا اقول اه بي. ونيجي مسلا للسكشن التاني اللي تحت ده. ونقول احنا هنقول ده هيكون اه 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 ميو تاكست ونيجي هنا ونقول اه ونجي هنا نقول مسلا نشيل الكلمة دي مسلا من هنا. مسلا دي التعديلات اللي انا عملتها. طيب مشكلة بس خليني حتى نخرج من هنا وبالمرة في اه اه نخش ده وهنفترض مسلا ان الفايل سي ده اه اه خلينا مسلا نقول مسلا الفايل ده هنشيل الفايل سي ده خالص من هنا وكمان هو طبعا يعني عفف طبعا كده دخلت عقدت الموضوع شوية بس مش مشكلة وهخلينا نفترض ان انا عملت فايل جديد اسمه دي دوت تاكس فانا الباتش بتاعتي this file is added فطبعا انا عملت هنا التعديلات كبيرة عدلت في الفايل واحد في الفايل اي وعدلت في الفايل بي وشيلت الفايل سي وضفت الفايل دي طيب ازاي بقى هاعمل ديف للكلام ده كله نيجي بقى لي الجزء ده هنا خلينا حتى نكبر شوية تمام فانا هنا عندي الكيس تري وعندي الكوبي كيس تري اللي حاصل فيها زي ما انت شفت تعديلات كتيرة الموضوع بكل بساطة انك هتقول ديف طبعا لو في عندك في الوصف ديف مناس ار انا هسابها زي ما هي مش مش قضيه بس انا كدر انا ممكنتش المحتاج لانا ما عنديش في الكيس بتاعتي هنا وعندي ديف مناس ار ام وكيس ثري مقابلها لكابي كيس ثري هتلاحز ان ده في كل التعديلات الان اعملتها يعني اغلبها اقول ايا دلوقت ما باين كده انت عندك طبعا بقولك def اه اه انا لم أعطيش minus u اوكي minus u فهنا بقولك الفايل A والفايل A دي lines اللي اتعدلت line one two three وهنا line عليه وهنا ضفت مثلا new line وده ال context بقية ال lines ما تحمل لهم اشتعديل واده التعديل التاني دي الهنك التاني لو فاكر كلمة الهنك فذا تعديل التاني او الهنك التاني في فايل تاني الهنك مش لازم تكون في فايل مختلف ممكن تكون في مكان تاني في نفس الفايل بس يعني في حالتي هنا هي في فايل تاني عندي هنا فايل B في الحالتين اتعمل له تعديل كذا و هكذا هنا بعد كده بقى حصل التالي قالك ان في فايل جديد اسمه only in case 3 يولي في فايل اسمه C موجود في case 3 وفي فايل اسمه D انضاف في copy case 3 هتلاحظ ان ال content بتاعت الفايل مكانتش موجودة عشان تضيف ال content بتاعت new file سواء كانت file shellت او file تحطت فانت محتاج option تاني في ال director فايل option ده by default اسمه N ولا كليل ان فيه option تاني ده ده في ال POSIX compliance في ال GNU version اللي هو مش POSIX compliance فيه option تاني ممكن تضيفه علشان يتعامل معه هنشوف الكيس دي بعد شوية بس مش نكلم عنها بالتفصيل فoption minus N هتلاحظ ان هو عملك زي ما كنا شايفين هتلاحظ ان هو بادي من هنا اللي هو ال A وال B والكلام ده كله وبعد كده تحت في النهاية بيقول لي ايه بقى بيقول لي ان فيه نهاية بيقول لي بسبب ال option ده فيه عندك بقى الفايل اللي هو C وقال لي ان الفايل C this file can be removed من ال data اللي فيه اتشالت اوكي اللي هو الفايل C لو فاكر في اللي هو ال option الاصلي اتشالت وانضاف طبعا الفايل الجديد اللي هو this file is added اللي هو الفايل الجديد اللي هو فايل D خلينا بقى نريداركت الكلام ده ل copy case ونسميها .def فلما نبص هنا تعالى بقى نرجع لل data اللي عندنا هتمنى الموضوع بقى شلخبطك فبقى عندي هنا فيه ال def الجديد اللي فيه كل ال change اللي انا عملتها على التاعي جديد طيب هعمل ال change ازاي برضو بسيط هخش قوة ال directory اللي هو case 3 ده الاصلي اللي انا عايز اعمل عليه ال apply لل patch وعمل عليه نفس الموضوع patch redirect هطلع two levels one level up لان انا حاطط الفايل برا ال directory و copy case 3 .def هتلاحظ ان ال patch apply عمل لك عمل patch للفايل A وعمل patch للفايل B وعمل patch للفايل C وعمل patch للفايل D تمام؟ دعني برا نشوف الموضوع دا هصلوا ايه هنا دعونا نروح هنا على case 3 انتمنى تكون دا اخر حاجة اول حاجة هتلاحظ ان file A عدل فهروح هنا هنا مثلا وهعمل E عشان reload file هتلاحظ ان file A عدل دعونا نصور الخطوش عشان ان امور اوضح هتلاحظ ان section ضيط هنا في file A ولو رحت لfile E sorry file B هتلاحظ برضو ان في تعديل حصل هنا في الالي هم موجودين من هنا وفي نفس الوقت هتلاحظ ان فايل سي تشال اللي هو كنت انا عملله هنا اتشال الفايل سي وفي نفس الوقت انضاف الفايل دي اللي انا اضفته كده وبالتالي ده ازاي بتجنريت ديف لبروجيكت على بعضه وهي دي الطريقة او يعني او مست ها دي الطريقة وما طبعا مش بيعملوا بديف ان هو بيعمل بديف بس مش دي القضية اذا ما تلاك يعني التكنيك طقريبا هو هو او يعني طبعا بديف بيعمل كل الكلام ده بالنيابة عندك انا ما ضدتش اشتغل get لانك عشان اشتغل get محتاج اتكلم بقى بالتفصيل عن get. انا هنا بس وضحت لك الطريقة بالشكلها عن طريق def command وعن طريق patch. وزي ما انت لك في النهاية ال output بتاعي الاتنين تقريبا بيشتغل بنفس الطريقة. يعني انت ممكن تستخدم output من get تعمله apply بpatch او تعمل تستخدم output من def. في اغلب الاحية ممكن تستخدمه بget برضو get apply. بعض الاحية ما بيشتغلش ده 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 صحيح. بس زي ما تلك الفرمات بيبقى هو هو لو في الحالات البسيطة اغلبها بتشتغل. والفكرة في ان هي 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 والفرمات تقريبا هو هو. ده تسات هي دي فكرة def وpatch. فبالتالي المرة الجاية بقى لما انا اجيلك على اقول لك مسلا انا هعمل apply لي انا مش فاكر اي patch خلنا نروح مسلا لdwم. انا كنت فاتح patch ما عرفش لي اقفلتها. اه لما اروح مسلا هنا للpatch دي فانت تبع عارف الفايل ده جي من? طبعا زي ما تلك هم في الغالب بيستخدموا اه 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 او في اغلب الاحيان بيستخدموا ال get لكن في الاحيان تانية بيستخدموا وهنا بالمناسبة في لو روحت بتعرف من اسم الفايل هو بقول لك ال اه في ال def generation هو بقول لك ال file name patches هو كان في حيط اه ال file name هنا بقول لك مسلا لو جاي من get بيبدأ لنى convention بتاعه ولو جاي من normal release double file convention بتاعه فانت تقدر بتعرف مسلا من الشكل ده ان كان في ال patch مسلا انا كنت اه الله خبطت الدنيا هدووقتي مش فاكر في ال اه مهم يعني تقدر تتعرف من اسم file in patch في ال patch دي انا كنت فتحها من شوية هنا خلينا نروح اه ال patch دي عشان اسمها dwm attach top وفيها ال version بتاع اه dwm اللي اتعمل عليه ال patch دي فانت تبعارف ان دي جت من release ما تعملتش بget تمام بس ده مش معناه انك ما ينفعش تعملها apply زي ما قلتلك البتاع يعني متشابه جدا اه اه نزم فممكن فاغلب لاحيان ممكن ممكن اشتغل في بعض احيان ما بيشتغلش ده كل اللي كنت عايز اقوله في موضوع get و patch فالمفروض بقى بالنسبة لنا ان شاء الله الموضوع الفيديو اللي جايه بسهل كل مطلوب من انا هنجيب الدف انو بعارفين الحالة دي جاي منين ون apply الدف بالpatch command ولو ما اشتغلش هنضطر وفي كيس عندنا مش هتشتغل لانها معمولة على version قديم اه اه فهنعمل لها اه هنعمل لها application manual وبعد ما نعمل لها application manual هن generate our own diff عشان المرة الجاية ما نعملش نفس نفس الغلطة بس زي ما تلقى اتمنى هي الغرض من الفيديو ده هو ان اللي انا هعمله بقى بشكل سريع في الفيديو اللي جايه يكون الى حد ما مفهوم من الغلقة شوفت الفيديو اللي جايه ان شاء الله اشتركوا في القناة